موسيقى هنتكلم في الفيديو ده عن اللود استيميشن والزونيك وزي ما احنا عارفين اللود استيميشن في مصر باشتغله بالاورول مثل وعشان هارفها من اللود استيميشن بالاورول مثل محتاج عرف الارية بتاعت المشروع الديه ودي بقدر هارفها عن طريق المساقط الوفقية اللي بتجيلي من مهندس المعماري فبداية هروح افتح فايل المشروع واشوف بيحتوي عليه هلاقف فايل المشروع شوية فولدرز من اقسام تانية زي فولدر الاركيتكشر زي فولدر الكوميونيكيشن اللي بيجيلي من مهندس الاتصالات زي فولدر الاتجفاك اللي بيجيلي من مهندس الاتجفاك زي فولدر الميكانيكا اللي بيجيلي من الانجنير وهلقي كمان فولدر اسمه data folder الفولدر ده بيحتوي على شوية معلومات بتخص المشروع زي توضيح الاحمال الاضافية اللي موجود عندي في المشروع واللي بتختلف من application لتاني هفتح فولدر المعماري هلاقي عندي ثلاثة فولدرز او الفولدر اللي هو الباس بلان وده بيخص المساقط الأفقية لأدوار المشروع تاني فولدر الفيرنيتشر بلان وده بيخص رسومات الكاد اللي بيتوضح أساس أو عفش المشروع تالت فولدر الرفلكتد سيلينج بلان وده اللي بيوضح شكل السقف لكل دور سواء كان بلطات 60 في 60 أو جيبسون بورد أو بلطات خرصانية هفتح الباس بلان علشان نجيب الاريا لكل دور هلاقي المشروع عندي بيتكون من بيزمنت وجراوند وأربع أدوار وروف همسك كل بلانة من دول واشتغل عليها علشان نجيب الاريا واللي بعمله في البلانة بعمله في كل البلانات فهنمسك بلانة زي الجراوند ونبدأ نشتغل عليها مبدئيا قبل ما ببدأ شغل الكهرباء على البلانة بحتاجة أخلي البلانة كلها لون واحد وده عشان أقدر أظهر شغل الكهرباء بتاعي وبحقق الكلام ده عن طريق حاجة اسمها لير فبروح أكتب أمر لير باختار أي واحدة بعمل سيلكتول عن طريق كنترول اي بخلي الألوان كلها باللون الجري ومهم نعرف ان كل مرحلة في المشروع لها لير يعني انت كمهندس كهرباء اللو دستيميشن بيكون لي لير والزونيج بيكون لي لير كمهندس معماري الأبواب لها لير والشبابيك لها لير والسلالم لها لير وعن طريق لير أقدر أعرف حاجات كتير في المشروع هي مش واضحة بالنسبالي زي لو بنتكلم عن الجريد اللي مغطية المشروع دي أنا مش عارف الجريد دي بتاعت ايه ولازمت هاي هروح دوس على الجريد ديت وهلاقي عندي جزء فوق خاص بالليير وهنا وضح لي اسم اللير فمكتوب هنا ان اللير دي اسمها اكسز ودي بيستخدمها مهندس المعماري شغله وتقدر تستخدمها في بعض المراحل بس حاليا أنا عاوز اجيب قرية ومش محتاجها ولو جيد اشتغل على المشروع هلاقي ان هي مساببها لي مشكلة ان أنا مش شايف المشروع بتاعي كويس فانا محتاج اخفي اللير ديت وده عن طريق ان انا بادوس على الايكون ديت وبكده كن عملت تيرن اوف للليير نفس الكلام بالنسبة للاطوال هروح اعمل لها تيرن اوف ومحتاجي ندرس البلانة بشكل بسيط قبل من جيب الارية فهنعمل زوم ونبدأ بدراسة البلانة اول حاجة في البلانة هلاقي عندي مدخل رئيسي المدخل الرئيسي دوت على ارتفاع 0.0 يعني مرتفاع مستوى سطح الارض بعد كده قبلني 8 سلالم ارتفاع السلمة 30 سنتي وال8 سلالم دول والدون البابين البابين دول هما عبارة عن مدخل المبنى وهلاقي عندي جزء جنب السلالم الجزء ده كده أنا مش عارف هو ايه فهدوس عليه هلاقي ظهر عندي في اللير حاجة اسمها رامب الرامب دوت هو عبارة عن جزء ماي اللي بقدر استخدمه بدل السلالم فهلاقي الجزء ده بدايته عند 0.0 ونهايته عند المتر 20 ولما ادخل المبنى هشتغل بنفس الطريقة الحاجة اللي أنا مش عارفها هادوس عليها واشوف اللير بتاعتها وابدأ اشوف اللي ارتفاعات عندي طب دلوقتي احنا محتاجين نجيب الارية بتاعت المبنى ده ازاي؟ عن طريق ان احنا بنعمل شكل الشكل ده هو عبارة عن المحيط الخارجي للمبنى وده باستخدام امر بولي لاين وبجيب الارية بتاعت الشكل وبتكون هي الارية اللي أنا محتاجها بس قبل ما ابدأ في اللود استيميشن محتاج ان انا اعمل لير واسميها لود استيميشن فهاجب كده هوت واعمل نيو لير واسميها لود استيميشن واديها لون مختلف وليكن اللون ده وببدأ اعرف البرنامج ان انا شغال في مرحلة لود استيميشن وده عن طريق اختيار لير اللود استيميشن وابدأ اعمل البولي لاين بالشكل ده ده كده بعد براسمة المحيط الخارجي للمبنى انا عاوز اجيب الارية هدوس على البولي لاين ده ودوس كليك يمين وخش على البرو بيريتيز وانزل لحد ما لايه الاريا الاريا ديت هروح اسجلها في شيت اكسل بالشكل ده هاجي على الاريا واكتب الاريا بتاعته وهروح احسب الاريا بتاعت كل بلانة واكتبها دي كده مساحات البلانات اللي عندي بعد كده هبص على type of application المبنى اللي عندي مبنى اداري فهقول ان الجراوند وفلور واحد وفلور اثنين وفلور ثلاثة وفلور اربعة دول مكاتب ادارية فهكتب في type of application اداري بالنسبة للبزمنت و الروف فانا ممكن اعتبرهم اسكان متوسط لانهما ما فهمش مكاتب ادارية فهاجي على البيزمنت ده هكتب اسكان متوسط وبعد كده هحط البور دي نستي تبع ان هل انا اداري ولا اسكان متوسط فلو انا اسكان متوسط هحط اربعة كيلو لكل ميت متر مربع اما الاداري فهو عشرة كيلو لكل ميت متر مربع وهروح اجي بالاستماتد كيلو فولت امبير عن طريق ان انا بضرب الاريا في بور دي نستي فهاجي على الخاندية فقول بتساوي الخاندية في الخاندية انتر عاوز اجيب التوتال كيلو فولت امبير مجموعة الاستماتد كيلو فولت امبير التوتال كيلو فولت امبير ده بيعبر عن احمال اللايتينج والسوكيتس والاتشي فاك وعشان كده بحتاج اضيف عليه الكميونيكيشن لودز زي الاي تي لود والميكانيكا لودز وهضيف كمان الاحمال الخاصة اللي هلاقيها في فولدر الداتا فهروح اعمل جدول بيحتوي على الاي تي لودز والميكانيكا لودز والسبشيال لودز زي كده هنبدأ بالاي تي لودز اللي بقدر اتجيبها من الكميونيكيشن فولدر ولو مش موجودة في الكميونيكيشن فولدر بقدر اتجيبها من مهندس الاي تي في البروجيكت بتاعنا هي مش مكتوبة في الفولدر بس هتكون فرنج مئة وعشرين كيلو فولت امبير يبقى هنيجي نكتب مئة وعشرين ونخش على الميكانيكا لودز في الميكانيكا لودز مش هلاقي عندي غير البامب لودز ومش هلاقي توضيح لقدرة احمال المصاعد على الرغم ان انا عندي ثلاث مصاعد في المشروع فهقدر ارجع للميكانيكا الانجينير واسأله عن احمال المصاعد دي بكام وهناخد فرض ان كل مصاعد عبارة عن عشرة كيلو واط فهجمع الثلاث مصاعد يبقى عندي ثلاثين كيلو واط عشان اقدر احاول من الكيلو واط للكيلو فولت امبير محتاج باور فاكتور هنفرض ان الباور فاكتور اللي عندنا بتمانية من عشرة يبقى عندي الثلاثين كيلو واط على الباور فاكتور كده جبت الكدرة بالكيلو فولت امبير هسجل الرقم ده وروح اجيب البامب لودز واجمعهم على بعض وكده بقى جبت الميكانيكا لودز هروح افتح البامب زروم هلاقي اللي انا ظهرت معي بالشكل ده هلاقي عندي غرفة التلون باط بتحتوي على خمسة بامس هجمع اللي اربعة بامب دول ومش اخد معي الفاير بامب في الحسابات وده لان في حالة الحريق معظم الاحمال ما بتكونش شغالة واللي بيكون شغال هو احمل الطور فلما اجمعه من ناتج هطلع معي 14.5 كيلو واط هستخدم باور فاكتور تمانية من عشرة جبت الكيلو فولت امبير هاجي اكتب الميكانيكا لودز اللي هي عبارة عن مصاعد وبامس بتساوي 55 بوينت بعد كده هروح لفولدر الداتا لشان نشوف ايه الاحمال التانية اللي موجودة في المشروع فاتحت الداتا فولدر علشان نعرف ايه الاحمال الزيادة عندي غير احمال الميكانيكا واحمال الكميونيكيشن فلاقيت عندي فيه احمال للمطبخ هروح هجمع الاحمال دي تقسم على باور فاكتور تمانية من عشرة يطلع الناتج عندي بالشكل ده دلوقتي بقى عاوز اجيب التوتال لودز فاروح هجمع كل اللودز اللي عندي واضربها في الديفيرسيتي فاكتور والديفيرسيتي فاكتور بيختلف حسب البروجيكت او حسب وجهة نظرك في المشروع والكود المصري بيقول ان انت ممكن تسترديمه بصوعة من عشرة فنسترديمه هنا معنا بصوعة من عشرة يطلع عندي ان التوتال لودز بالشكل ده وبكده نكون خلصنا جزء اللود استيميشي تاني جزء معايا هو جزء الزونيج وزي ما اتفعنا ان احنا هنعمل لكل جزء نيو لير فاروح اعمل الزونيج نيو لير زونيج وهدير اللون مختلف وليكن اللون ده انا محتاج ايه في جزء الزونيج انا محتاج احدد لكل دور فين غرف القهربة اللي اضغطي الدور ده بالكامل فهعمل دايرة نص كترة خمسين وابتدي اتحرك بالسنتر ده في الاماكن اللي انفاس تقدمه كغرف قهربة في المشروع دوت انا عندي غرفة واحدة بس كهربة اللي مهندس المعماري محددها لكل دور شبق انا عندي لكل دور غرفة الكهربة طيب انا عاوز تأكد ان غرفة الكهربة ديت بتغطي الدور بالكامل فاروح اخد السنتر بتاعة الدايرة بالشكل ده هلاقي فعلا ان غرفة الكهربة مغطية الدور بالكامل طيب هو لو ما كانش محدد لغرفة الكهربة بتحرك انا بسنتر الديرا في الغرف الفاضية اللي هي ممكن استخدامها بعد كده كغرف كهربا بعد ما حددت غرفة الكهربا فين لكل دور بروح على غرفة الكهربا اللي انا اخترتها وبعمل عليها علامة عشان يبقى شغل الكهربا بتاعي واضح فاعمل دي كده باللون الازرق وممكن كمان اعمل بولي لين في غرفة الكهربا بالشكل ده الكلام ده بعمله لكل دور يبقى احنا كده في الفيديو ده تكلمنا عن وقبل كده تكلمنا في الفيديو اللي فات عن الكاد وبكده يكون السيشن خلص واتمنى تكونوا استفدتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته